أهلاً وسهلاً بكم مجدداً إلى درس جديد من دروس دورة اللغة الإنجليزية للمتدئين من موقع الإنجليزية لكل العرب درسنا لهذا اليوم هو Date ونقصد بها التاريخ وكلمة Date لها معنى آخر وهو موعد غرامي إلا أن في درسنا اليوم لهذا اليوم سوف نأخذها كتاريخ قبل أن أبدأ بشرح درس التاريخ يجب على المتعلم أن يعرف معاني الكلمات التالية Day ونقصد بها يوم Week ونقصد بها أسبوع Month ونقصد بها شهر Year ونقصد بها سنة Year Decades Decades ونقصد بها العقود العقد هو كل عشرة سنوات يسمى عقد ومجموعة العقد هو عقود Century Century ونقصد بها قرن والقرن يتكون من مئة سنة إذن كل مئة سنة هي قرن Century الآن وصلنا إلى فقرة كيف تسأل عن التاريخ يمكنك السؤال عن التاريخ اليوم باستخدام السؤال التالي What is the date today? What is the date today? إذن بمعنى ما هو تاريخ اليوم What is the date today? What is the date today? ما هو تاريخ اليوم وعندما تسأل عن تاريخ اليوم فإنك تتوقع من الشخص الذي تسأله أن يجيبك بتاريخ معين It is the fourth of April إنه الرابع من شهر نيسان It is the fourth of April وطبعاً يسأله Is it a holiday? هل هذا اليوم هو عطلة؟ Yes, it is نعم إنه عطلة إذن لدرسنا لهذا اليوم الشيء المهم هو كيف تسأل عن التاريخ What is the date today? What is the date today? What is the date today؟ بمعنى ما هو تاريخ اليوم It is the fourth of April It is the fourth of April طبعاً هذا هو مثال متاريخ اليوم وممكن يسألك يعني إكمالاً للسؤال Is it a holiday? هل هذا اليوم هو عطلة؟ Yes, it is أو بإمكانك أن تجاوبه No, it isn't بمعنى كلا أنه ليس عطلة إذن كلمة holiday نقصد بها عطلة وكما تشاهدون عندما تسأل عن السؤال فأنك تتوقع تاريخ معين ولكتابة التاريخ انظر إلى هذه الجملة وهذا سؤال آخر What is the date today? What is the date today? It is the first of March It is the first of March إلى هنا تعلمنا كيف نسأل عن التاريخ الآن دعونا نتعلم كيف نكتب التاريخ بطريقة صحيحة يكتب التاريخ بأحدى الطرق التالية اليوم ومن ثم الشهر ومن ثم السنة وضعاً كما تلاحظون في الطريقة الأولى كتبنا اليوم فقط رقم ومن ثم نقطة ومن ثم الشهر كرقم ومن ثم السنة الطريقة الثانية كتبنا اليوم كرقم ترتيبي وإذا كنت لا تعرف ما معنى الرقم الترتيبي راجع على الرقام الترتيبي إذن اليوم تم كتابته كرقم ترتيبي وقلنا الرقم الترتيبي هو رقم أساسي زائداً TH أو مراجعة الحالات الخاصة ومن ثم الشهر يكتب كتابة ومن ثم السنة إذن في الحالة الأولى تم كتابة اليوم رقماً والشهر رقماً والسنة وتم الفصل ما بينهم بوضع نقطة أما في الحالة الثانية فتم كتابة اليوم بشكل رقم ترتيبي وكتابة الشهر بالحروف ومن ثم وضع نقطة ومن ثم السنة الحالة الثالثة هو كتابة اليوم أرقام ومن ثم وضع سلاش الفاصل ومن ثم اليوم ومن ثم سلاش ومن ثم السنة وكما تلاحظون قد كتبت بصراحة لا يحبث كتابة التاريخ بهذه الطريقة إذن عرفنا كيف نسأل عن التاريخ وكيف نكتب التاريخ الآن كيف يقرأ التاريخ يقرأ التاريخ رقمين رقمين إذن يقرأ التاريخ رقمين رقمين أو يقرأ بصورة الاعتيادية حسب مراتب الأرقام بمعنى الآلاف المئات ومن ثم العشرات وكما في الأمثلة التالية طبعا هنا يكتب الرقم هكذا لاحظة هذه العبارة ويقرأ هكذا هذا تاريخ معين تم كتابته بهذا الشكل وهذه هي الطريقة الصحيح لكتابة التاريخ إذن هذه هي الطريقة الصحيح لكتابة التاريخ ونقرأه لاحظ كما مكتوب أمامك لا يوجد أو لا توجد الكلمات في بداية النطق ولا توجد كلمة أوف بعد اليوم هنا يجب أن تفهم أن كلمة ذا وكلمة أوف تقرأ فقط يعني عند نطق التاريخ عند قراءة التاريخ نذكر كلمة ذا وكلمة أوف لكن عند الكتابة يكتب التاريخ بهذا الشكل وسوف أقرأ جميع التواريخ 1st of January 1800 2nd of February 1901 3rd of March 1920 4th of April 1993 5th of May 1999 the 10th of December 20-100 لاحظ 20-100 المقصود بها ألفين the 10th of December 20-100 the 21st of November 16-48 لاحظ نقرأ تاريخ السنة رقمين رقمين the 21st of November 16-48 the 22nd of October 14-32 the 30th of September 15-70 the 31st of July 20-100 and 9 عند قراءة التاريخ فإننا نلفظ of وذ ولكن عند كتابة التاريخ لا نكتبهما أنا وضحت هذه الملاحظة عندما قرأت من البداية ولكن مرة أخرى وضحها للتأكيد كما تلاحظون هذا هو اليوم وهذا هو الشهر وهذه هي السنة وهذا التاريخ مكتوب كتابة ولكن عندما نقرأه لا يوجد كلمة the أو كلمة of في التاريخ ولكن عندما نقرأ التاريخ فإننا نقول the 31st of July 20-100 and 9 إذن the 31st of July 20-100 and 9 فقط للتذكير هذه الملاحظة يجب حفظها هذا حوار بسيط حول تاريخ عيد الميلاد وقد كما تلاحظون على اليسار فقد وضعتوا كلمة الأم البنت لكي تعرفوا أن هذه المحادثة تمت بين الشخصين guess when is my birthday is it on the 4th of July no it isn't guess again is it on the 4th of June yes it is أقرأها مرة أخرى guess when is my birthday is it on the 4th of July no it isn't guess again is it on the 4th of June yes it is بمعنى guess بمعنى خمن أو أحزر متى هو تاريخ عيد ميلادي أو متى هو عيد ميلادي البنت قالت هل هو في الرابع من شهر تموز الأم أجابت كلا أنه ليس كذلك أحزري مرة أخرى guess again بمعنى أحزري مرة أخرى فقالت الفتاة هل هو في الرابع من شهر حزيران الأم قالت نعم أنه كذلك إذن هذا كمثال بسيط حول درسنا لهذا اليوم وهو التاريخ هناك بعض الملاحظات المهمة التي يجب معرفتها عندما تلاحظون AD بعد السنة فالمقصود بها After Christ والمقصود به التقويم الميلادي AH المقصود بها Before Christ والمقصود بها التقويم الهجري وعندما تلاحظون BC المقصود بها التقويم قبل الميلادي إذن التقويم الميلادي AD التقويم الهجري AH والتقويم قبل الميلادي BC AD تكتب قبل أو بعد السنين أو القرون وتعني بعد الميلاد إذا وجدت سنة مثلاً 1650 وقبلها موجود AD بمعنى أنه بعد الميلاد وكما قلنا أنه AD تكتب بعد السنة أو قبلها يعني أن تكتب بهذا الشكل أو تكتب بهذا الشكل BC تكتب بعد السنين أو القرون ومعناها قبل المسيح أو قبل الميلاد إذن في الحالة الأولى في حالة الـ AD أنه أنت مخير أن تضعها قبل السنة أو بعد السنة لكن في حالة BC يجب وضعها بعد السنة إذن 1500 BC المقصود وضعها يجب وضعها بعد السنة والملاحظة الأخيرة عندما نقول القرن العشرين القرن التاسع عشر القرن الثامن عشر يجب أن نعرف متى يبدأ من صفر AD إلى 99 AD بمعنى القرن الأول 0 AD 99 AD بمعنى القرن الأول القرن الثاني يبدأ من 100 AD إلى 199 AD بمعنى يبدأ من المئة إلى 199 وهذا هو القرن الثاني وعندما تلاحظون تاريخ مثل هذا من معنى 1800 إلى 1899 وقد يسألك الشخص ماذا تمثل هذه الفترة أي قرن فأن هذه الفترة تمثل القرن التاسع عشر لأنها محصورة بين 1800 و 1899 19th century إذن هذه الفترة تمثل القرن التاسع عشر وهذه الفترة 1900 إلى 1999 تمثل فترة القرن العشرين 20th century بمعنى القرن العشرين إذن هذه كملاحظات عامة يجب معرفتها إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولا تنسوا أن تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو عمل لايك لها جزيل الشكر وإلى لقاء آخر بمشيئة الله